مزال لقاء مزال توصلك جمعنا بكم مستمعنا دائما من خلال برنامج اللامولتي برنامج المرأة بامتياز وصلنا الفقرة كيفاش كوني إيجابية في تربيات الأطفال والمراهقين دائما رفقة الكوتش أسماء مقالي المختصف في التربية الإيجابية أهلا بك كوتش على النسنة مرحبا الله يبرك فيك اليوم في موضوعنا سنعرف معك كيف يتوضع التقاف المراهق ونساعده على أخذ القرارات فنعرفه لأن الأبناء ملي كيوصلوا لمرحلة المراهقة شخصية دائما تقوه كثيرا كي تغيروا بزاف سلوكات دائما مقارنة مع المرحلة دائما الطفولة اللي تكونوا يعتمدوا على الوالدين دائما درجة كبيرة ففي التربية الإيجابية الكوتش أسماء وضحي لنا كيف نوضع التقاف المراهق ونساعده على تحمل مسؤولية من جهة وعلى أخذ القرارات بنفسه أكيد بالمساعدة ديال الوالدين فكيف يعني الوالدين يبدلوا لبغينا نبولو هذه الأوامر والتعليمات بتوجيهات اللي ستساعد المراهق على أخذ هذا القرار الصائب هي لسنة المراهقة فترة اللي كتعب شوية الآباء كي يتعبوا في هذه المرحلة هذه والأطفال كي يكبروا والحاجة اللي كانوا كي يقولوا عليها وخاوا كي يقبلوها ولو تيقولوا عليها اللو تيرفضوها في هذه الفترة والنتيجة هي مرحبا بالأزمة والخلافات بين الآباء والمراهقين وهذه الأزمة والخلافات على العموم جاية من تدهور العلاقة بنتهم إلا ما كانش المراهق كي يطالب واحد الحرية للوالدين ما كيتقبلوهاش غادي يكونوا الأباء هما اللي كي يطالبو ولا كيفردو على أولادهم قواعد عديدة ومفرطة للأطفال غادي تهم ما يرفضوها نوك إحنا لازم الاعتراف بأن هذا المعارضة اللي كتكون بين بيناتنا ما كنردوش لها البال بزاف لحنا لهما لحنا كآباء ولا هما كمراهقين من اللي كنوصلوا لهذا الشي مع المراهق صعيب باش نتيقوا فيهم واحتى هما صعيب عليهم باش يتيقوا فينا بصيفة نحن كآباء خسنا نفهموا بأن ولدتنا ما بقوش دوك الوليدات الصغر وراهم محتاجين واحد الفضاء واحد المساحة أكبر ووقت أكتر مع الأصدقاء وغادي بغيوي خرجوا وغادي بغيوي لما عندهم العالم ديالهم ولكن كل شي بحدود وبتوازن ما غاديش يمكننا نسمحوا لهم يديروا كل شي ولكن كل شي بالقاعدة اللي غادي نخلق معهم وبتوازن إلا حتيت بزاف ديال القواعد والشروط وهد القواعد بعد مراتك تكون صعيبة باش يحترمها غادي نتفعوا باش يبدأ يكذب باش يبدأ يخرج بالتخبياء باش يكون عندهم نتفعوا لأمور سيلا غيباليون احب دونك باش نرجع للموضوع كيفاش نتيق في المراهق ديالي خاس نينتيق أولا في القدرات ديالي أنا كأم وكأب شنو يمكن لي نتقبل من الطفل ديالي شنو لحد ديالي باش نتقبل او من تقبلش واحد المعاملة ولا واحد السلوك ونفهم بأن التقى ارى ما كأتجيش في اللحظة واحدة ارى ارى سيتنا بخوسيسوس هذي ارى سان شما هذي ارى واحد الطريق اللي خصنا لها شوية ديال الوقت وشوية ديال الخاطر باش نتيق به خصو يعرفها بعدها خصني نصرح له بها كل مرة أنا تيقى فيك وأنا تيقى فيك في كل حالة خيبا زيانة أنا تيقى فيك هي بصح صحيبة من لي ما كيحترم شدك شي اللي تعفقنا عليه ولكن ما نفقدش تيقتي به شنو موقع نستمر في الحفاظ على التواصل معاه وإلى تاخد واحد القرار غدينتاخدوه أنا كنوضع له زي ما كان غدينوضح له المزايا ديال هاد القرار اللي خديته غدينديروه بحترام ونبينه بأن شنو موقع أنا تنبغيه وأنا تنجي من جهته وماشي ضده أنا هنا باش نساعدوه حت شنو اللغول ديالي أنا شنو دور ديالوالدين شنو الدور ديالوالدين شنو الدور صحيح ديالوالدين ماشي باش نخليه ديالليبان ماشي باش نحميه ماشي باش نخوفه ماشي باش أنا أنا كنساعدوه كنساعدوه باش يوصل الواحد العمر اللي غد يقدر يسيه الراسو بوحده يبسؤول على راسو وقدر أنه ياخد القرارات وعنا كنهنه باش نعونوه ونساعدوه باش يتغلب على الصعوبات اللي كيواجهها وكان تقفيه بحال النهار اللي اللي يجا فيه فهذه الحياة يعني غير هو اللي اسمحته الكوتش يعني كين بعض الأباء اللي كيف ما قلتي كيديروا لبعض من هادشي يعني كيديروا ليهم الخطر ممكن أنه بعدهم بات يمشي في تعليمات وغوت تحليهم زائد مع هاد الإكره هدي الحياة اليومية وها التعب وهاد الإرهاع فعني الأمر ما ساهلش ما ساهلش ما قلنا بأنه وتفعلاً تربية رأيها تربية ما فيهاش غي يكون وكل شرب من عسل ما فيه ما ساهلاش ولكن هاد التربية سيتون فاسون دي بانسي تربية الإيجابية رأيها واحد يعني تنركزو على أفكار تنركزو على أدوات فكر إيجابي فكر إيجابي هنا مني تدكولي مني تيعيها ومني تي سافي الإرهاق كاين هذا كيف تنقوله إحنا يطلق الحمل شوية يطلق 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 الحمل شنية تطلق الحمل إذا ما أحسن حاجة نديرها هي هاد المسألة شنية هي ما يكونش عندك شك بأن دور ديالك بعد اليوم ما كتكونش أنت بيلوت هو اللي بيلوت هو اللي قائد الطائرة وأنت مساعد أنت كو بيلوت يعني هاش هاد الوقت هادا الأب وللأم يتقبل هاد المسألة هادي أراه 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 الطفل أراه المراهق أراه هو البيلوت وأنا راني كنساعدو باش نوصلو بجوج باش نوصلو بجوج لهذاك الموضع اللي احنا ماشينا هو الطريق اللي يخصو يمشينا هاديك هي الطريق الدور ديالي هو نزعم نعطاه المسؤولية في هاد العمر هذا حيط احنا كنخافو باش نعطاه المسؤولية ماشي بالخوف عليهم خاصنين خلي يجرب الدور ديالي هو نشجعو باش يتعلف صحتو بالأمور الإيجابية بحل النوم الأكل الرياضة الصداقة المزيانة يرافق الناس مزيانين وما يسمح للتشي واحد آخر يدمر له حياته بشي مسائل سلبية هادية ترابي هو المراهق محتاج في هاد السين باش يتحمل المسؤولية هو محتاج ليه باش غد الدولة بعده يقدر يحقق نفسه بعيد علينا وحنا أباء ندك شي علاش نطيق فيه هو وحدايا وممكن يغلط وكيف تنقوله احنا في التربية الإيجابية الخطأ دائما هو فرصة لتعلوم صحح دائما الواحد يعني كي يغلط كي يجراب كي يصحاح يعني لازم لازم تلقوا الحمل ولازم نعطيه نسؤولية باش يجراب لازم بعض المرات كي يكون الغلط صعب ميمكن شي تحمله للمراهق ولا الأباء مثلا تعاطي المخدرات والكحول هنا خاص الاستعانة بالمتخصيصين في المادة هنا خاص الشوار وحات ميمكن لون شي لازم ميمكن لون شي الزلح مل بوحدهم وما غاديش يعرفون ما غاديش يعرفون لازم خواعد كي يمشوا عليها موخ التساؤلي عندنا اليوم عندي ولدي عنده 17 عام منصر مفشش معود على انه ندرولي كل شي وحتى المساعدة معايا في الدار كتعتم بي بزاف دابا لقيت صعوبة كبيرة مع اي حاجة ما يقدرش يديرها ما عنده تقاف تصرفاته دائما ماما شو ندير في هادي ماما صوبي لي هادي ما عرفتش يعني بحلة شي ولد صغير عنده ست سنين كنظن انه من خلال هاد تساؤل جلد الام كين احساس بالندم بصح ما اللي ما كيتعلموش الأطفال في الصغر ديالهم يشاركو كيكون صعيب عليهم باش في هاد سن باش يقوموا بشيء زيما بالمهام اللي كتكون في المنزل او خارج المنزل وطفل في هاد الحالات يفكروا يقول انا عندي ماما اللي كتدير لي اكل شي زيما ما عندي لاش ما عندي لاش موسعيدة كذلك موسعيدة ولكن 98% المرايقين رع ما تيجيوش يعاونو تقمر كوتش مثلا كنشوفوا بعد النوت بعض الأمة هاد خاصة اللي ولدها وخوصتناش ربعتاشر عام ولا بنتها واللي الحمد ولي لا ما عندهش يعني يعني شي دوي احتياجات خاصة ولا غيره وكتلقا انه مثلا قد تزدليها الشكارة ديالها تسدليها السيور اول تسدليه السيور يعني هاد كيدل العوليدات هم كترجع بالمدرة اه كترجع بالمدرة الطفل الطفل ولها من بعد بجوج نك نقترحنا على هاد الام باش دير واحد اللائحة غير شغير شوية غير واحد فيها جوج ولا ثلاثة ديال النقاط ديال شنو كي يبلها مهم ولدها يتعلمي دير فهادك العمر اللي هو شنو شحال قولت لي عنده هو مراهق 17 عام شنو اللي كي يبلها مهم دابا فهاد اللحظة يتعلمي ديرها مثلا دخل في العشية وبغيت ناول القوتي ديالو هي مكايناش اجي والتي من اللي بدخل وطلقاني انا مكايناش اجي نورا كيفاش تصوب قاسي اجي نورا كيفاش تصوب صندويتش ديالك دونك ديرو قدامي نشوفك حيث انا مغان نبقاش نكون هنا سافي سافي ما بقاش الوقت فين غادي انسى يسمعه مثلا نصخرو يجيب شي حاجة اللي من سوبرمارشي ولا من البقال اللي حدا تبارك اللاري عنده 17 عام مثلا ملي تكون جاي يا ولدي من مدرسة وقف جيب معاك وغامش نختار شي حاجة اللي مكايناش في الدار واللي كتعجبوه بحل دبال فخوماج ولا كونفيتور ولا عرا ما بقاش الفخوماج باش غتاخد القوتي يجيبو معاك عفاك ملي تكون جاي في الطريق غير باش نحفزو باش هذا ولكن غير هي نصيحة حاجة بحاجة ما نجيش نبغي نعلمه كل شي في مرة واحدة ما غاديش نقدر ما غا نقدر يعني حتى لو مثلا لمشا سيببار مارشي وقاتلي يجيب هاد الحاجة وما جاب هاش جاب حاجة اخرى اولا مثلا الصرف ما كانش يعني ما تضغطش عليه اولا ما غاديش نقدر نقوله ما شتيش يعني هو تعود ثانوات وكل شي كي يدار لي مثلا معلوم شوية بشوية شوية بشوية شوية بشوية حتى يتمكن من واحد المسألة ونعرفه راسة في قادي ديرها عاد ندوز شي حاجة وحاجة اخرى اذا نمشي للتساؤل تاني من عند واحد الام كانت تقول في التساؤل بنتي عندها ست سنين اجتماعية وانا كان ربي فيها تعتمد على راسها وتختار لبس ديالها بوحدها كانت لبس بوحدها وترتب البيت ديالها وبلاكارها ديال الحويج ومن اللي كان خرجه للسوق كان عطيها تشد الفلوس والقفة وتختار الخضراء وتخلص وتعلم الصرف كيفاش تحسبوه وكان بدنا نفسر لها ولكن من اللي تكون باباها دائما معاها تقول لي يا خلي عليك بنتي ما غادش تعرف ما زالها صغيرة وانا كأم بغيتها تعتمد على راسها خصوصا بانو بنتي يعني كيعجبها الحل بزاف هالتصرف ايجابي وبالاخص البنيتها لكن كيعجبها هادشي وهدي ما شاء الله عليها وهدي فرصة باش تكتسب معرفة ولا مهارات ايجابية اللي غادي يساعدوها من اللي تكبر هدا فيه غير تصرف ايجابي دبا مع الاب تربية ايجابية مع الاب مع الاب تبقى تبقى الحوار ومالاب دائما مع البنية خاصة رببك وكان ويد غا يقول لي مزيان مزيان كل بنت كي دلوعة باك ماشي مشكل ماشي مشكل تكون دلوعة باك ولكن رأى اومنتون خصاة تتعلم شي حواج يعني الام خصاة تحاول الاب وتقول له محدها عاطي الطع وباغا هي تتعلم هدي فرصة وتقول له انا غادي نحترم الوقت اللي البنية ما غا تقدش على الحاجة ما غاديش نلزمها عليها ولكن محدها هي باغا وقاد عليها وعاجبها الحال وعاجبها الحال يعني تبقى هدي امور ايجابية امور ايجابية انا عندي غير واحد نقدر تلخيص اهم شيء ما نحبسوش مع وليدتنا المراهقين هو الحوار نتكلم تبع لهذا الاب مع الحوار تفكرت الحوار لما دوا اهم حاجة يمكن لي نخليها مع المراهق ديالي ما نحبسوش ها التواصل ديالي حت الفن ديالي انا كأم و لا كأب هي مرافقة التفل ديالي من خلال الاهتمام بحياته بلا ما نضغط عليه بلا ما نخنقه دعما نخصنين بقاعدها كيف تنقوله احنا دائما في التربية الايجابية توازن بين هاد الحزم والحنان الحزم مرة غادي يكون لكن ما ننساش الحزم معه بجوجهم بجوجهم في دقة بحدا وما اللي غادي يعطينا نتائج ايجابية تبارك لعليك كوتش اسماء مغاني مختصة في تربية الايجابية شكرا لك بزاف نورتنا واستدنا معك من خلال كل هاد النصائح وهاد المعلومات القيمة جدا اللي قدمتنا في مواضيع متنوعة كتخص المراهقة دائما فقرتك كيفاش كوني ايجابية في تربية الاطفال والمراهقين